لسه الحديث موصول بنا حول الأدب مع الله جل وعلا وقلت في بداية حديثي عن الأدب بالأدب تنال الرتب من الأداب التي ينبغي علينا أن نتأدب بها مع الله جل وعلا أن نحسن الظن فيه جل وعلا حسن الظن حسن الظن بالله قال صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي حديث آخر يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك خلي عندك حسن ظن بالله قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا وقال جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية أخرى إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله لذلك في يوم من الأيام كان في شاب بيحتضر فسيدنا النبي ذهب لزيارته فسألوا حضرة النبي كيف تجدك أنت حالك إيه دلوقتي وإنت بتحتضر أنت خلاص بتودع الدنيا حالك إيه حاسس بإيه شعورك إيه فقال الشاب لسيدنا رسول الله يا رسول الله أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي يعني إيه أرجو رحمة ربي يعني أنا عندي حسن ظن بالله مع إني ذنوب كتير إلا إني رحمة ربنا واسعة كل شيء فأم قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد اللي هو إيه الخوف والرجاء الخوف من الذنوب وحسن الظن بالله لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف يبقى تحسن الظن بمولاك جل وعلا خل عندك يقين في الله إن ربنا هي نجيك كل الله ينديكم منها ومن كل كرب تصل الرحمة إلى أعلى درجاتها عندما يوضع العبد في قبره وحيدا فريدا لما يقفل عليك باب القبر يتجل الله عليك برحماته سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرحمنا ويجعلنا وإياكم مما يحسنون الظن بالله اللهم آمين